مونيكا مصممة أزياء وباتت تغمرها الفرحة فقد تلقت هذه البولندية القطنة في فرنسا علبة جديدة من أستراليا تحتوي على ضفاضع أرسلها محنط حيوانات الأستراليون وحتى المدافعين عن البيئة سعداء بالتخلص منها فضفدع القصب وهو نوع مستورد من أمريكا الجنوبية بات يهدد الحياة البرية في القارة الأسترالية الضفدع لا يكتفي بالتكاثر بسرعة بل تحاول جينيا أيضا وتأقلم مع الطبيعة الأسترالية لقد زاد طول ساقيه كما أنه من الألواع السامة وهذا يعني إذا ابتلعه تمساح يموت هذا الأخير بعد ساعتين بعد فرز أولي تتجه إلى مدينة ميلو الفرنسية وبالتحديد إلى مدابغ الريق المتخصصة في الجلود والمورد الرئيسي لصانعي القفازات لكن جلد الضفدع هذا مختلف تماما الألياف أقصر والمادة أغلف لذا نعتقد أن تثبيت الألوان سيكون أسرع وسنحصل على لون فاقع كان علينا تقليل مستوى الصبغة والتأقلم مع هذا الحيوان فقد حتى إذن حيوان يرمز إلى الخصوبة والازدهار لم يكن معروفا للضاحية الباريسية من قبل هنا يتم تفصل الجلد وخياطته أمام مونيكا كي تراعي نتيجة نماذجها فكرة الصنع إكسسوارات وأحزمة وحقائب من هذا الجلد جاءتها بعدما تلقت ضفدعا محنطا كهدية نقد استخدمنا سابقا مواد مختلفة ولكن الضفادع كانت حقا المرة الأولى وهو عمل دقيق جدا إنجاز مئة في المئة صنع في فرنسا وكل قطعة من جلد الضفدع تحمل أحيانا حجارة كريمة أو باللورات كما ظهرت علامة دجارية جديدة كوبشا من كلمة جابكو البولندية كلمة لطيفة تعني ببساطة ضفدع صغير أحيانا أتواصل مع بعض الأصدقاء ويرسلون لي صور رحلاتهم فهي محفظة مبتكرة وهناك الكثير من يسمونها بأسماء مختلفة بعيدا عن موطنها تعيش هذه الضفادع حياة ثانية في صالة عرض في توكيو أولد عائلة ثرية في نيويورك هذا ويمكن أن يتخطى سعر المحفظة الواحدة مبلغ 250 يورو والحقيبة الكبيرة 1200 يورو